الخبر الأول الذي عدنا عنده هجم المتابعين على أنس وبيسان فأنس وبيسان نزلوا على حساب أنس بالتيك توك هذا المقطع ولدخلوا على هذا المقطع وتنزلوا بيع التعليق رحشوفوا أن كل التعليق مكتوب عليه جيش نارين بيوتي وجيش مملكة القصص وليكيشفون حقيقة أنس الشايب أنه هو أمور رجال وإضافة أنه هو باك تليفونات ماي وعمار وأنه هو إنسان مصلحتي فكتبونا يا حباي بلكومنتاج شو رأيكم بهذا الخبر لو ما يستحقون هذا التهجم اللي يتعرضوا له أو لا الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجأة اليوتيوبر فأول اليوتيوبر اللي عدنا هو مصطفى ريدر فريدر نزل على حسب بللي انستجرام شوية ستوريات وهذه الستوريات كان يعلم من خلالها أنه رح ينزل مقطع اليوم على الساعة بالأربعة رح يكون مقطع ناريو صارنا فترة ننتظرها رح تكم هذه الستوريات شوفوها هلا حبابيش يونكو مادر الوقت من تأخر هسا شوية بس حبيت أن نزل الستوري وقلكم بايش رسار باع رح ينزل الفيديو جديد فيديو انتورتوه هوا يكتبوا لي منكم يريدون هذا الفيديو فبايش رسار باع رح ينزل ترقبوا الفيديو كلش حلو و بس أمو اليوتيوبر الثالي اللي عدنا فهي نور ستار فالنور رزعت على سبع بللي انستجرام شوية ستوريات وللتاكت بيها اشتاقتولي بعد شوي رح تنزلكم مفاجأة كبيرة وبالستوري الثاني صور كمان وانت بتحط بنزين المخرجة نور فالستوري شوية غريب فبالكلام اللي كانت تقولي بالستوري بعد هي كانت كاتبة السر اللي الكبير انكشف رح اطوكم هذالستوريات شوفه الخبر الثالث اللي عدنا عن المتابعين وكشفهم الحقيقة تشهدوا السمد وخفاهم الاسم تقليد من التعليقات اللي عدهم اما ليسا عن السبب فمثما تعرفون انه يشهدوا السمد هو يتعرضون للهجوم من المتابعين الاسم وصالة يتهمهم بالتقليد ومشاركة هذه الكلمة عمود ما حد يكتبها اما بالنسبة الدليل لان ادخل على الاخ مقطع نزل ونزل بيع التعليقات ونكسب كلمة التقليد بعدها نروح للكلمة الاهتث اولا عم ندفع التعليق وتعليق للاشخاص اللي قوي ورايا بعدما نحفظهم زين نروح نغير الحساب اما يشوف هل التعليق سيطلع للناس او لا بعدما غير الحساب ونزل بيع التعليقات وروح للكلمة الاهتث اولا رح يشوف انه تعليق مظهر وانهما تعليق ذو الاشخاص الثاني ينظهر فبماذا للصراحة كتبونا يا حبابي الكومنتات شركوا بهذا الخبر وحركتهم لإخفار كلمة التقليد من التعليقات اللي عادهم الخبر الرابع اللي عادنا عن اليوتيوبر وتقليدهم الانس واصالة مثلما تعرفون فانس واصالة فتحوا قناة جديدة وصار بيهم اليوم مشترك فحاليا سوبر فاملي اسامة مروهrin وانس واصالة همقلده والانس واصالة وفتحوا قنوات جديدة ہووا يصار يشوفونه الموضوع هو التقليد لانس واصالة بعدما فتحوا قنواتهم حتى كل هذول الاشخاص فتحوا قنوات جديدة vitamin متابع الانس واصالة وصار يترجمون عليهم ان همديقلدون اكتبونا بالكومنتات وذلكم هذا الخبر الخبر السادسي اللي عدنا عن سيدرا بيوتي والتنمر الذي تتعرض له سيدرا بيوتي نزلت على سببها بالانستغرام هذا الستوري واللي تقول بي انه هي كل ما تنزل صورة كل الكومنتات اللي تيجي عليها تنمر اللي شكلت قبل ما تسوي العملية كان احلى صارت تقول انه في هذا السبب هي من تنزل هواي صور طبعا بالسبب الاشخاص اللي ما يعرفون فسيدرا هي سواء عملية تصغير خشمها بعدها نزلت هذا الستوري تسكر بي لاشخاص اللي علقوها تعلقات ايجابية وقات بزرني حابة تفضل عن قاعدة اللي يصير فاكتبوني احباب للكومنتات شو رأيكم بالتنمر دس عرض لسيدرا الخبر السادسي اللي عدنا عن ناريني بيوتي وليش هي مزضايقة فناريني بيوتي نزلت على حسابها بالانستغرام شوية ستوريات ورشات كاتببي اليوم شكله ما ليومي بخبركم باللي صاير بعدين بعدها نزلت هذا الستوري اللي حاطوا بي صورة الليها وكاتب فوق مصير فالله يفرجع عليها وانشاء الله ماكو شي وبس ورحبا بلنصر نهاية المقطع تمام المقطع عجبكم بلس تحطوا اللي اكتركوا بالقناة شونا كافية زي مختلف من قصص وبس مع السلامة